الكرام دار الإفتاء مازالت تشن هجوما حادا على تركيا هذه المرة بسبب عملية درع الربيع تعالوا نشوف كده ماذا قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بست دار الإفتاء هو بيقول مرصد الإفتاء التصعيد التركي في الأراضي السورية يزيد العنفة والتوتر والفوضى بالمنطقة ويخدم المخططات الإرهابية خين أرى من أول حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التام عدار الإفتاء المصرية من استمرار تصعيد القوات التركية في الأراضي السورية في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية والصعبة التي يعاني منها الشعب السوري مما ينذر بتزايد العنف والتوتر والاضطر في المنطقة ويخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية وأكد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم الاثنين أن تدخل العسكرية التركية في الأراضي السورية يمثل انتهاكا صريحا وصارخا للشرعية والقانون الدوليين خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية وحذر مرصد الإفتاء من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائرة في كل من سوريا وليبيا ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى وأوضح مرصد الإفتاء أن تركيا ما زالت تعاول على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط فبعد أن فشلت تركيا في استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد للسيطرة عليها وجدت ضالتها المنشودة في الجماعات الإرهابية في سوريا وفي جماعة الوفاق الليبية المنحلة التي هي مزيج من الإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تخدم المصالح والأجندات التركية في المنطقة العربية وكأنني ظننت لوهلة أنني أقرأ بيانا لوزارة الداخلية لوكالة المخابرات العامة وزارة الخارجية المصرية تتحدث مثلا ولكن عندما أقرأ لدار الإفتاء ولم أجد لا دليل قرآن ولا سنة ولا أصلا مسألة شرعية تخص بيان يصدر من دار الإفتاء فهذا هو المستغرب والغريب وده سؤالي لفضيلة الشيخ عصام يعني كل أسبوع يا شيخ عصام دلوقتي بينا بنشوف دار الإفتاء المصرية تخرج علينا بمثل هذا البيان عن تركيا ومهاجمة تركيا ويعني حتى لو هي حابوا يخشوا بالمنطقة دي ليه سايبين روسيا وليه سايبين إيران وبيتكلموا عن تركيا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد في الحقيقة أنا طبعا كما لحظت يعني ده بيان سياسي وزاري بتاع وزارة أيها مهني وليس له أي علاقة بأي أحكام شرعية حتى ألها يعني حتى كلمة الشرعية اللي كتبها ألها والشرعية والقانون الدوليين أيها صح يعني كلمة الشرعية اللي دورت عليها في كل دية الكلمة الوحيدة اللي توحد ربنا أيها لقيتها وانتهاكا صارخا صريحا وصارخا للشرعية والقانون الدوليين يعني شيء يقصد الشرعية الدولية والقانون الدولي لم يأتي على ذلك شرعية قلوم ولم يأتي على كلمة دين طيب ده تدخل تركيا في سوريا أيها الموقف ده الكلام ده طيب ما يقوم به بشر الأسد من البراميل المتفجرة وقتل الناس يمثل إيه تمسوكا بالشرعية مش عارف تمسوكا بالقانون الدولي طيب ما تقوم به سوريا روسيا في سوريا أيها ماذا يمثل ما تقوم به إيران في سوريا ما يقوم به حزب الله اللبناني في سوريا ده يمثل إيه كل ده عسل وسكر إنما تركيا بقى هي المشكلة ما يقوم به المال الإماراتي والسعودي في سوريا اسمه إيه ثم انت مطلع بيان عشان تركيا ماشي إيه بقى شوية الأطماح التوسع الامبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط طيب رأيك إيه في التوسع الاسطيطاني الإسرائيلي في فلسطين مثلا رأيك إيه في إنك إنها الشرعية الدولية طيب حفتر إنت بتكلم عنه بتاع ليبيا بتهاجم عن الوفاق الليبية عشان وسائب حفتر طب إيه رأيك في حفتر واللي بيعمله ده يقول لك وجدت ضلطها المنهودة في الجماعات الإرهابية في سوريا وفي جماعة الوفاق الليبية المنحلة يعني إنت النهاردة ده إنت ضر الإفتاء لأنت متخصص في دراسة الحركات الإسلامية ولو في رصدها ولأنت حزب سياسي ولأنت وزارة سياسية تتحدث في سياسة مصر تجاه هذه الدول تمام إنت ضر الإفتاء إيه اللي جابهم في الموضوع إيه الناس تسألك فيه شيء وهل سئلت فأجابت طيب هل فيه هناك أنا طبعا مش ضد إن الفقيه ولا الضار يكون لها موقف لو هي طول عاديتها من يخطط له أخطاء ماشي يا شيخنا لو الإسبوع اللي فات نفسنا لأنهم بيتكلموا عن تدخل السعودي في اليمن والنهاردة بيتكلموا عن تدخل التركي مش عارف فين وبعده بيتكلموا عن تدخل المصري في الشأن الليبي في ليبيا نفسه نسمع نقرأ مضار أبو دارنا كان إيه القص كان إسمه التصعيد إيه مش عسكري كان إسمه مسافة السك لا فراصل في النهاية أخوانا للأسف دار الإفتاء لا زالت تصر على أن تتحول منصة حزبية مسياسية حزبية وجهة خدمية للانقلاب العسكري في مصر ليس إلا وتخلت عن دورها الشرعي والفقهي والديني طيب يعني وكأن أشعر زي ما أنا قلت يا شيخنا أن البيان مكتوب بشكل أمني يعني ظابط شرطة اللي كاتبه ولا ظابط جيش اللي كاتبه فين الفقه فين الشريعة فين الدين يعني ليه دار الإفتاء تحولت كده الأداة أنت الأول حتى لو أنت هتفت في حالة معينة سياسية هل وصفت الوضع قلت أن ده تصعيد حلو تمام يبقى كيف لي الحكم ده شرعا أيها الحكم إيه ظلم ولا وقف مع ظالم ولا وقف مع مظلوم وعدل فضل وصف كلامه في توصيف لا في تكييف شرعي للموقف لا في إسقاط على التراث أو على الفقه أو على النصوص الشرعية على هذا الأمر لا لأنه عارف لو جاب آيات وأحاديث سيستدل بها على السيسي أكثر ما سيستدل بها على معارض السيسي تركيا أو يعني حكومة الصراش في ليبيا أو في غيره فللأسف طبعا يعني الإنسان يأسف لما يجد دار إفتاء عريق على هذا التاريخ في العالم العرب الإسلامي تنجرف إلى هذا المستوى المسف في الأداء للأسف يعني نعم